هذه القضية الأوهام التي يعيشون فيها مجموعة الناس مجموعة الناس عايشين في الخيال عايشين يتخيلون عايشين يحسبون رأسهم في بعض الأحيان شيء وهو ماشي ذلك الحاجة التي يحسبون فيها رأسهم كي توقعوا النجاح وهو ما في بلاستهم ما كي يعملوا حتى شي مجهود مواقع التواصل الاجتماعي للأسف زادتنا هذا المرض اللي كانش حال هذه في المجتمعات الإنسانية عموماً وأيضاً في المجتمع المغربي ولكن زاد الطور والضعف مئات المرات مع الوهم ديال النجاح وديال الشهرة وديال التأثير اللي يقول لك يعيش البعض في مواقع التواصل الاجتماعي وطبعاً موضوعنا ماشي هو الأوهام في ارتباط مع مواقع التواصل الاجتماعي ولكن قد نجيو على ذكر الأوهام المرتبطة بهذه الوسائل التواصلية الجديدة في معرض حديثنا على الأوهام بصفة عامة بإمكانكم تصلوا بالبرنامج إما من أجل مقاربة الموضوع المطروح أو إذا عندكم شي صورة ذي النصب والاحتيال نصب عليكم شي حد أو كادي نصب عليكم شي حد فبإمكانكم أنكم تتواصلوا معنا وتحكيوا لنا كيف شوقها باش نتقسموا تجارب معالكم الأوهام أصناف وأنواع الأوهام كرتبوها المختصين لما كتكون الحالة حادة كرتبوها في الأمراض النفسية اللي محتاجة للمتابعة من قبل أطباء ومن قبل أخصائيين في المجال باش الإنسان يخرج من الأوهام ما عرشي واش بإمكانك تطرح على نفسك السؤال انتي وانتا وتجاوب نفسك بصدق واش انتا كتعيش مع الأوهام بغتين نقرب لك القضية بغتين نسهلها لك واش مثلا كتصور راسك أنه يمكن أن تجيك شي ربحة كبيرة شي حاجة ما أحس بهامضان كتكون غادي في الشريعة كتشوف شي لوحة إشهارية وكتلقى فيه مثلا مليار ولا مليار ونص وكتبدأ كتتوهم نفسك أنه علش ماشينتال اللي تربح ذاك المليار وتعيش واحد الحياة كيف كتتخيلها هذا مثال مثال آخر كتتصور راسك كتقول غنكون غادي وغادي نطلقها مع شي شخصية كبيرة وغادي سلمني شي حاجة كثيرة اللي فيها أموال ولا اللي غادي تدر علي مداخل وغادي عايش بي خير على خير وغادي نغير هاد الحياة وكتبدأ ترسم أشنو غادي تدير لما غادي تلقى هادك المساعدة من هادك الشخص كتتوهم مثلا أنه غادي تجيك واحد الفرصة كنتي مرة غادي تلقى مع واحد الراجل كنتي راجل غادي تلقى مع واحد المرأة اللي لاباس عليه لاباس عليها وغادي تنقلك من وضع الوضع وغادي تديك لبرا وغادي تعيش واحد الحياة تكاد تكون حياة الأفلام السينمائية الأفلام دراما لا فيكسيون واحد السيناريوهات اللي كتكتب بضقة كيكتبوها مختصين وكيبنيو فيها بزاف دلاشياء على تخيل ولكن الرابط مع الأوهام اللي كيمكن يعيشها لبعض منكم هو أنه في كتير من الأحيان هات السيناريوهات المكتوبة بعناية الأفلام تلفزيونية والسينمائية وغيرها كتولي كتلامس معاكم الواقع وكتصوروا راسكم في نفس الوضع وغادي يوقع عليكم موقع الهادك ولا هذيك اللي في ذاك الفيلم وخا ما مستحضرش انت الفيلم بالضبط أو عنوانه ولكن عشتي هذيك الأحداث في عمالين درامي معه فحتى الأعمال الدرامية قد تسهم في أنه نبدأ نعيش بزاف دي الأوهام بزاف منكم كيتصور راسو صباح مشهور صباح معروف والناس كتوقفوا وكتصور معاه والناس كتطلب منه يوقع لها على صورة وهو غادي والصحفة تبعاه ومشهورة أو مشهور أوهام وغا تقولوا لي والناس كلهم كي يحلموا لماذا نصادروا أحلام الناس نقول لكم لا كين فرق ما بين أحلام لياقضة الغير القابلة للتحقق في ضل المجهود اللي ما كتقومش به وما بين الأحلام وما بين تخيول وما بين تمني اللي كيمكن يتحقق لياقضة ولياقضة وما بين من الأشياء المتخيلة القابلة للتحقق فالشعر الفاصلة هو من يشتغل من يجتهد من يكد من يضحي من ينفق من زمن عمره ليصل إلى مبتغاه ومن يبقى في مكانه في بلاسته فقط كيحلم فقط كيعيش في الأوهام والصعيب والوعر واللي بغيت ننبهكم ليه هو أنه في عواض ما تنفق الزمن والوقت وطرف من عمرك أنك تحقق النجاح ديالك وتحقق الأحلام باش ما تبقاش أوهام كتنفق عمرك في التخيل وفي الوهم وهكو داكي الناس اللي عاشوا في ظل هاد الأوهام لسنوات إلا من قل لعشرات السنين حتى القول عمر تقدم بهم وكبروا والصحق لالت وهما باقي عايشين في الوهم ولما كيضيع منهم الحلم في الدنيا اللي كانوا كيتمناوا أنهم يحقوه كيبدوا يعيشوا أوهام أخرى لها علاقة بعوالم أخرى باش يغطيوا على فشلهم في هذا العالم موضوع الأوهام مستمعي الكرام ومشاهدي الأعزاء أكثر تعقيداً مما نتصور لأنه في كتير من الأحيان كيمكن ضيح حياة إنسان فقط في الأوهام وشوفوا وشوفوا الشبان والشابات في عمر الظهور عشرين تنين وعشرين 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 عام كيبدوا حياة الأوهام والانتظار حتى يلقوا رأسهم في أربعة وثلاثين وستة وثلاثين واربعين عام وستة واربعين عام لو أنهم خدموا فعوض ما يبقوا ويتسناوا كيتوهموا كانت حياتهم قطعاً ستكون تغييرات سنبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية مع الشكر الكبير لحضراتكم على التفاعل تحية لإخوان مرة أخرى لمرتبطين معنا في صفحة شكراً على التفاعل وشكراً على التعالق الوهم كتقول وفاء الجعفاري هو تشوه يحدث للحواس ويكشف كيف ينظم الدماغ ويفسر الإثار الحسية وعلى الرغم من أن الأوهام تشوه الحقيقة تقول يتشارك فيها عادة معظم الناس وتؤثر الأوهام عادة على حسة الإنسان أكثر من رؤيته بينما يعد الخضاع البصري أكثر أنواع الوهم شهرة وتفاهوماً أدعوكم أنكم تقرأوا في هذا الموضوع بغيتكم تتوسعوا فيه بزاف بغيتكم تتوسعوا فيه لأنه يمكن تلقاوا أنه كان شي جزء من الحياة ديالكم شي منحة من مناحي العمر ديالكم كيضيع في الأوهام ثقوا بياه بزاف مننا عايشين الأوهام في جزء من حياتهم وما فاهمينش وما حاسينش والعمر كيضيع منهم وإلا كان جزء في حياتهم فيه الوهم كتضيع منهم واحد طاقة في عواض ما يوجهوها في اتجاه آخر ويخدموا بها وينجحوا ويتقدموا كتبقى كتضيع في انتظار أو في متابعة هذا الوهم أنا كنتمنى أن حلقة اليوم لا تكون شي معقدة بالنسبة لبعض منكم ولكن كنت أفترض أن ذكاء حضراتكم كافير أنه يجعلكم تفهموا مزيان هذا الموضوع ديال الوهم بزاف الناس يتخبّوا في الوهم مثلا كين واحدة من المجموعة للناس قلت قبيلة الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي كين بجموعة ديال الناس كيخبّوا الفشل ديالهم وكيتوهموا النجاح ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي وهذو اللي صوبوا مواقع التواصل الاجتماعي درسون نفسية ديال البشار بوحد شكل معمّاق والذكاء الاصطناعي اللي تابعكم في أي لحظة وره من زمان وخدمة بديتوك تسمعوا بزاف على الذكاء الاصطناعي ولي كان ره موجود ماذا حال هذي؟ ده بعاد علي نعليه لأنه كيوجدوه لحويش خرى للسيطرة دائما على عقول البشار والتوجيهة وهذي قصة أخرى يمكن نعضروا فيها في حلقة أخرى من الحلقة ولكن هذ مواقع التواصل الاجتماعي خلّت بزاف ديال البشار يعتقد نفسه ناجح وهو ما ناجحش خلّت بزاف ديال الناس ينفقوا من الزامن من عمرهم وهذا أخطر إنفاق ره ما هي قضية فلوس ره تنفق الفلوس يمكن تكسب الفلوس لكنك تعرف كيف تكسبهم ولكن كتنفق شيء اللي ما كيتبع ما كيتشرا هو عمرك من زمانك نهارك تدوز و ما كتدير فيه ولو يومين شهر شهرين طرف من عمرك كيمشي حتى كتلقراسك في حلوقت كبرتي وهذا اللي كيفسر عليش الناس كيقولك آه الدنيا ولاتك الطيار واو واو يلا هذيك النهار كان السبت ها هو اليوم أو ثاني بصل السبت واكي كتدير الدنيا الدنيا بقى في بلاستق ره 24 ساعة اللي كانت في النهار بقى 60 دقيقة اللي كانت في الساعة بقى 60 ثانية اللي في الدقيقة بقى تحجمت غيرات تغيرت طريق تدبيرنا الوقت وطريق تعاملنا مع الوقت لذلك هاد الناس اللي كينفقوا ساعات و ايام مع مواقع التواصل الاجتماعي وعايشين وهم انهم ناجحين كيكتبوا على راسهم غدي نعملوا واحد سيناريو غدي نفترضوا انه بق تقطعات الانتغنت ما بقى شي حاجة سميته هالتواصل عبر هات الشبكة العنكبوتية عبر العالم تحيدات الانتغنت وبالتالي ما بقىش مواقع التواصل الاجتماعي ايه لا لا ما بقىش عندك الانستغرام واي اي اي ما بقىش الواتساب الا الشريف ما بقىش شي حاجة سميت الفيسبوك لا لا احيد الاكسرا ما بقىش اليوتيوب في نواة اليوتيوب كان من اللي كانت الانترنت تقعدات الانترنت من فوق الكورة الارضية ما بقىش شنو خدي تدير انتا او انتي اللي ربطت حياتك كلها بالافتراضي بالفيرتويل توهمتي انه الافتراضي واقع ودائم شنو غتدير في هذه اللحظة؟ هل انت بالفعل ناجح فقط لان الناس كيديرو لك جام؟ كي لاي كيوك؟ هل انت بالفعل ناجح فقط لانه الناس كيدفاعلو كيديرو شي تعاليق من اللي كتنشر شي حاجة كتلقى التعاليق دي الناس زوينة وانتا ما عندك تعاليق بتخصوصك يعيطه لك أستاذ تبارك الله عليك أستاذة رائعة أستاذ وانتا ما أستاذ متى حاجة ولكن تتوهم انك بالفعل انسان ناجح وانسان متمكن وذلك الشي اللي كتقول كله صحيح شفتو خطورة الوهم دك شالش اي واحد فينا كيخصوف شي لحظة يوقف يقول لاجي يك ما ناكن خربك يك ما هاتش كله اللي كنت صورويل وهم يك مرني كنت وهم اعرى نعود حساباتي فبزاف الناس من الاخوات ومن الاخوان اللي علموا واقع التواصل الاجتماعي وكينفقوا فيها عمرهم وملك يفيقوا وصبعهم خدام في تليفونهم راهم كيعيشوا في الوهم وراهم كيضيعوا عمرهم لما كيتبع ما كيتشعروا نمشي وناخدوا مكلمة عاتفية ورجوا عند حضارتكم قالوا مرحبا مرحبا بلالا شرفيني بالاسم مرحبا بلالا زهور من فرنسا مرحبا بلالا زهور من فرنسا تفضلي يا زهور شنو التدخل دي مراركة اعلامي بمعنى الكلمة بالدرجة الاولى ومن منذ السين المشي عدابة بيظن نصاق بيظن نجمالها شكرا تفضلي الله أخو عزيز وبرك الله فيك وقال شكراك للشاف بالسان عفو لله تفضلي المواضع ديالك دائما في القمة المواضع اللي كتجيبها دي الحياة اليومية اللي كنعيشها في الواقع ديالنا كما كانها ضربنا شي بالاوهم وهذا هو التالي القاطع لثقافة ديالك ومستوى ديالك الله يبارك شكرا الله شكرا تفضلي شكرا بها بالنسبة الاوهم وبخصوص هادي الطرف اللي احنا كنعيش وهم على غزة السبسي و هادي هادي يوتيوب و هات شي اللي احنا كنشوفوه كل شي بالاوهم كنش يبارك شكرا للاوهم يعني ما كنش الواقع لي كيطلع التاليبان سيديه باشير بحي الفلوس على ظهرنا احنا كمستنعين كممطلقيين و هما احنا يمساهنيش اكتر يمساهنيش يعني كهنضر من راسي انا و الكل سي احنا كديروهما باشير بحي الفلوس و احنا اللي كان كلهم السبب في الربح ديالهم كيطلعين اهو حصارة اقولوا واو شوف كي داروا داروا تاكتاك و داروا اليوتيوب و داروا نامبورت و وورا كل شي نامبورت كل شي ملايك تحاجة اما قلت لأخت جيهان فادي اسبوع خمسة وتسعين في المياه كافاها الفاسات بهاد المصطلح تحاجة ملايقة قلت لقامل غيزة السلسية تحاجة ملايقة اليوم مثلا كديري الاختة تقدم لك حلوة و اه جسي ما نطلع شناية من بعثة تقدم لك واحد محتوى اخر قد تخشلك شوية من هنا شوية ايختة تقدم لك الراجل خصة تقدم لك الدار خصة توريه الاوهام شوفوا اليوتيوب كي نوضو اخرين و لو كي ندخل اليوتيوب كديرو شي كافاها يعني تحشم تأنك تشوفها ولا تصدعيهم احنا ولينا تنحشم ولينا تنحشم هاتشي من هاتشي كامل بغين التدخل وخاكل الاعلام مبارك الله فيكم وعاكم في المستوى وفي القمة ووسط ولكن لا حياة المنتونين ده با وليناك نشوفوا الاقصار ما تقدمش حيدي بنتك وليل ودك التليفون وانتا في الخدمة وانتا عندك شغل واشنا عمضلوا قاسين مع الداري راح ناربين علم بينا هاتشي كامل بغين تدخل بالاعلام راح حاضر راكم حاضرين وبغين التدخل احتدي الامن وشي خاصة انا كناشد الناس اللي هما في الجالية بسوء فرنسا سوء في ايطانيا سوء في اسبانيا عين كتدخلوا كتدت بيونوا بقولي مانا فرنسا بحلز عمارة معتهم وصلت باش هادك اللي باتت في المغرب رامع لي هما ينوض يقترر صفل بحر ويغرق ويدمر حياته ويدمر والدي كي يقول واي بشكل فرنسا بشكل اسبانيا وطلعاته انو كتولي تشوف انسانك تتلع تقولي كلام غيبية وبالكسوة دي الامن والكلام الساقط الفاسد اش نبقى واضح لله واضح شكرا شكرا على التدخل ديالك انا احس انه عندك الشيء الكثير متقولي ولكن كين مكلمات كثيرة تحيتي اليك وشكرا على هذه الغيرة الكبيرة ديالك غدي ناخد مكلمة اخرى وغدي نعرجع الى واحد اللون اخر من الالوان الوهم اللي هو جنور العظمة عند بعض المسؤولين وعند بعض السياسيين حيث تصور انك احسن مسؤول اروع مسؤول ان كرسيك ركفي عمرك ما تحيد منه لون من الوان الاوهام ناخده مكلمة ونوصله قالوا مرحبا قالوا السلام عليكم مرحبا بلالله شرفيني بالعيزم معاك موات هيبة ام هيبة مرحبا مرحبا انا بغيت نشاوك صاحب نروع من انواع نسبه الاحتيال بخصوص هذيك الشركات اللي كانتلبوا منهم المأكلات الجاهزة من احتبار او شركة الواسعة انا مغاتيش نسمي شي اسم الا غم واحد نوع احتيال او نص انك تبكب شي اوكلة وما كيسرتوهاش لك كاملة دائما كيبدوك انك نقصو منها مثلا اه انساولك مثلا مشروبه غذية انساولك بزر تعال حواليش وكتكون تخلص تخدوه غالي وغالبا ما كيعطوك تخدوه نقص منه وغالبا ما كنت تخدوه 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 مرارا مرارا وغالبا ما كنت تخدوه هالناس المساعدين المستمعين ممتاز تحياتي اليك لله وشكرا جزيلا على هذه الصورة سوف نبدأ بهذه الصورة سوف نتكلم على جنو العظم بعد حين لانه المستمع الكريم نبهتني لأمر بالغ الأهمية والذي له علاقة بالوهم هاد القضية ديال انك كتدير طلبية وكتجيك تليفره عندك في الدار يديرولك لاليفريزون ديال لماكلة ولا ديال شي بغودوي كتشريهك انت راجل ولا انت مرأة خلقات عند الناس الوهم انهم مهمين كونك كتعيط في التليفون وكتطلب الماكلة تجيك حتى للدار أو كتطلب شي حاجة كتحديدها وكتشريها وتوصلك حتى للدار بالنسبة لك انت مهم تجيك تلك الشي حتى للدار والشركات طبعا كيشتغلوا على هذا الشي كيشتغلوا على العقليات بنادم وكيشتغلوا على كيف انه كيبغي يحس براسه مهم ذلك الشي باش حتى وما يديرولك لاليفريزون حتى للدار وكيقول الانسان كيف وكيشتغلوا على حالة من المكان كيف كنا نديرو حيث البعض منكم يقولون الحمد لله التقدم التكنولوجيا والحمد لله الطفرة والحمد لله الانسان يستفد من هذا الشي ايوه وكيشتغلوا على حالة كنتي تمشي وتعزل لتلبسه وتشريه ومن الممشي كنتي تتحرك وتتحرك الجساد ديالك وتتطلقه مع الناس وكتكون في هذه الحياة الاجتماعية ما الذي كنتي تبغي تاكل على برا كنتي تبشي وكتلس في المكان الذي ستتاكل فيه وكتكون عنده الطقس دياله والحلاوة انك خرجتي من الدار ومشيتي ستتاكل في بلاصة واحدة اخرى هذا كيف تعمل لكم؟ تسجنته في ديوركم هذا السجن داخل البيت هل تسمعوا بالحكم الإقامة الجبرية؟ شي واحد يحكموا عليه بإقامة جبرية داخل البيت دياله في انتظار المحاكمة دياله لكي يكون شي سياسي لا يريد ديوش للحبس إقامة جبرية في الدار ما يخرج ما يدرج وكيس حبرصه مهم كيس حبرصه مهم لأنه يعيط في التليفون وكيجي الماكلة للدار ولي دارك مسجون كيس حبرصه مهم لأنه كيس حبرصه مهم كيس حبرصه مهم كيس حبرصه مهم كيس حبرك مسجونه بزاف ديالناس كي يعتقدوا وكيتوهموا أنهم مهمين فقط لأنهم سجنوا راسهم داخل بيوتهم وهذه موصيبة أخرى أو إشكالي أخرى أما عن النصب في الأشياء اللي كتجيكم اللي كتليفره لكم فحدت ولا حراش كيلا بعض اللي كيقول أنه هادوك اللي كيصابه اللي غدي تليفره للكم وهو نفسهم كينقصوا شي حاجة كيحيد لك شي موناده ولا كيحيد لك شي صوص وكيخبيها كيديها هو وكيلا بعض الآخر اللي كيقول اللي كيحززو ذلك شي وكيوصلوه لكم كيلا بعض منهم طبعا لانوعميم كيلا بعض منهم اللي كيسرق شي حاجة من ذلك شي ثم ما عرفتش وش عندي الحق نقول هذا القضية ولا ما عنديش الحق نقولها ولكن كإنسان يفكر أعتقد أنه كيفاش انتكت واحد الماكلة خارجة من واحد البلاسة احنا أصلا ما كنتيقوش بزاف الماكلة ديال الزنقة وهذا لم يبقى ديال الزنقة وخارجة في الزنقة وجاية من الزنقة وجايبها لك شي واحد من الزنقة وكيوصلها لك وكتقبطنتها وكتاكلها ما عرفتها كيفاش تصوبات هادك اللي هزافش من ظروف جابها لك هادك اللي كيليفري كيفاش دير والناس عاجب الحاله كتو همرسة مهمة حتى قلت في الدار مع راساته عتجته الماكلة شوف نعيد النظر شوية في مثل هدل الأشياء هاه الوهم والأوهام على الناس اللي مستعمرين بعض الكراسة اللي قالسين على الكراسة بعض المسؤولين للقبار اللي يعتقدوا راسهم مهم من بزاف وكيتو هاموا راسهم راه كون ما كانوا شهوما توقف الحياة كون ما كانوا شهوما توقف الدولة كون ما كانوا شهوما تحجم التقضى وفي بعض الأحيان وجودهم هو اللي كيخلي المؤسسة تتأخر ولا تتقدم أي مؤسسة من المؤسسة الداخل المجتمع المغربي كين مسؤولين رائعين ليه هو لما كيشعر بل ليوصل لواحد المرحلة دي المبقى شيمكن له يعطيه في هاداك المجال اللي هو فيه كيفضل أنه يغيره باش يمكن يعطيه في مجال آخر وباش يتيح الفرصة للطاقات أخرى تجي عاود عندها المؤهلات وعندها تخيل جديد وآفق جديدة ومشاريع جديدة لتلك المؤسسة باش يمكن تشتغل فيها وتعطيه هذا كيكون عنده واحد الحس وكيكون عاطي قيمة راسه وكيكون كيعرف راسه أشنه كيسوا وكيكون كيبغي البلاد والعباد وكي لبعض كيتوهم أنه هو تولد وتخلق لذاك الكرسي ما يمكنش شي واحد أخر يعمر هذك الكرسي اللي معمره وتا واحد ما كيفهم بحاله وتا واحد ما يقدر يسير بحاله وتا واحد ما يقدر يتخذ القرارات بحاله واللي كيزيد يغدي عنده هذك الوهم هو هذك اللي محيطين به اللي كيقول لي أنعمل الله واللي كيقول لي أنعمى سيدي واللي أي حاجة عملها كيقولوا لي تبارك الله عليك رائع أحسن قرار منتهى الذكاء هو راكي خربق ولكن لأن المنافقين من حوله كيزينوا له أي حاجة كيعملها فيتوهم أنه بالفعل راه بالكفاءة والمعرفات اللي تخليه تشي واحد ما يستهل يكون في المكان اللي هو فيه وكي تولد عنده ما يعرف بجنور العظامة وكي يولي كي توهم نفسه أنه أحسن ما كان وأسمى ما كان وأرقى ما كان وقد يوصل نفسه إلى موسى والقدسية في مكانه الطراب الوهمي هو مرض نفسي كي يعانيه منه بالزاف ديال الناس والإشكال والخاطر أنه عدد منهم ما حاسين شيء وما كان شي اللي نبههم لهذا الأمر انتمنى أن هذا الحلقة في هذا الموضوع الحساس جدا تكون كافيلة أنها تنبه لبعض لهذا المسألة كي يمكن الأوهام عند الناس تطور الأمراض العقلية راه بزاف الناس بكثرة ما كيبقوا عايشين في الأوهام وكي تسنوا هذيك الأوهام التحقق كي يولي وكي يعتقدوا أن الأوهام قد تحققت ويعيشونها على أنها واقع في ذاك الوقت كي يكونوا دخلوا لمرحلة الدهان اللي هو واحد المعراض خطير وخطير جدا معراض عقلي بزاف الناس مساكن كيتصابوا بأمراض عقلية لأنهم ما قدروا شيء يفرقوا ما بين الوهم وما بين الواقع بزاف الناس ناجحين على مستوى الوهم متميزين على مستوى الوهم زوينين على مستوى الوهم مثقفين على مستوى الوهم فناناقبار على مستوى الوهم مبدعين على مستوى الوهم بزاف الناس سياسيين محناكين على مستوى الوهم مسؤولين متميزين على مستوى الوهم عايشين بهذه الوهم حياتهم كلها والأسف يضروا رأسهم ولكن الأنكى والأخطر أنهم يضروا المحيط ديالهم بدل وهم الذي يأمن به حد أنهم يموقعوه في الواقع نبشيو المكلمة هاتفية أخرى ألو مرحبا ألو أهلا بيك أهلا بيك الله يبارك فيك الله يطول لنا في عمرك والدسامور الله يبارك فيك شرف نبوك سمي لأسمتي الصالح من صور حامر مرحبا سيدي صالح تفضل لسيدي صالح الله يطول لأمرك هذا قد يدي النصب والاحتيال احنا تعرضنا النصب والاحتيال من طرف واحد سيدي مرشح مرشح اه هو اللي مرشي زي ما اضرراني ولا هو اللي بلعد كيف دالي يعني دازل سيدي 2015 نجح هو في الانتخابات اهم انا قدنا واحد لتا كولوميت دي اللي بيستي كلها ويدان كلها مهم كرفسا مزيان دي اللي ودي غا تساوب لنا الطريق هدي قال لك ما كانت مشكلة انا غادي نساوبا نهار نجح ده تالي 2017 2017 بقى هنا ترغو تولي تجابنا واحد نيبلوز من اللي جابنا ديك نيبلوز جرفة واحد الخط قريبا دي مرة زي دي تلاتة كلمة تلدوار شايفور دي اللي بلوز قال لنا ودينا فراني عندي المزوط اللي جار اضن الفيلة جار اضن الاربات سخور احنا دوار البيت شلال جار نعم جار رايس قل ما ليا شنو كينا السيد رايس قال لك انا بغايتكم ديروا واحد الخمسين درام اللي هو واحد ساعة اولية باش ندير المزوط اللي باش تكمل لكم اطرح نجار او دعو دي قادة او دكشي بزيان وقال انا با دمع ما عاطيش هديك الخمسين درام دور لديك الخمسين درام لو كل ناس ديه والجماعات قريبا واحد ربعين واحد وليش نيشد من هدم ديك فلوس واش دارة مازوط واش دارة فيش جيبوه للمهم ديك فلوس بقيت يوم انه هذا بني بلوز زادت بحالته وحنا بقينا كانت سنو اليوم لهذا راحنا باقين ما كان طريق لوليداتنا لا قراية بغاوي قطعو كانش نارش تامي قطعوش لديك المنراسة فاش كين فاش تيقراو لوليدات اللي تيقراو في الفيلاج كيضربو ديك ثلاثة كيلاميط اللي حدتو في نتاية عسمية طريق باش كي تعرضوا لنقل خاصة كتنور مع الخمسات الصباح تعرض بنتك وله ولدك لهذيك ترى يختم نحنا تنعانيهم من هالمعاناة الشديدة هاد المرشاحي لا عاو الترشح ولا حزبو عاو الترشح قد صوتوا عليه لا ودي قول هاد شي اللي بغينا المواطنين يتعلمو لا لا ما كنش هاد شي شوف حماق انا نقول لك انا سيد الاسداد عمورة والله يكون مكانه امتالك بحالك انتو بحال وحد المزموها هتنازل الاعلاميين انا احترامت الاعلاميين كاملي والله على عادي ميلا كامل اللي كان هادره وكاتبه وحالة البنامج بحال موكلة كان قلوه احسن من الالف برمالي ولا الالف وزير غادي جيب دي متل الليك يعطيك عاكلمة. واضح يا سيد الفاضيل. شكرا لك تحيتي اليك يا طول عمرك شكرا على المكالمة ديالك انتمنى ان المواطنين الكرام المواطنات الفاضيلات انتعلموا اننا نعاقبوا المرشحين والاحزاب السياسية اللي كتجيب لنا وعود اللي ما كتوفاش بها وانتذكروا تكون الذاكرة ديالنا قوية. انا قلتها في مرة من المرات بمناسبة الانتخابات انا ما كرهت شي الناس يبدوا يشدوا عندهم ذلك الوراق اللي كيفرقوا عليكم الاحزاب السياسية اللي في وعود انتخابية اللي كيقول لكم غادي ندير وصويتوا على افلان غادي ندير وغادي ندير. والشعارات انا ما كرهتش انكم تخبيوا ذاك الشي عندكم. ومرة مرة جبدوه تقراوه. ويمكن تواجهوا به هادوك السياسي اللي ما كيديروا والو. طبعا كين سياسيين رائعين اللي كيشتغلوا. ما كدائما ما كنعموش. شميقولش ان شي واحد راكم كتقولوا كل شي خيب. انا كنقولوا الخيب والمزيان. ارف بعض الاحيان كنركزوا على الخيب لاننا كنتمنا ويكون مزيان لصالح بلادنا. لما كنتكلموه كنتكلموه من غيرتنا وحبنا. المواطنين والوطننا. ناخدوا هاد المكالمة ونواصله من بعد حضراتكم. الو. الو. مرحبا بسيدي شرفني بالاسم. الو. الله يبارك فيك. الو. كان سمعك سيدي. كان سمعك. تفضل. انا ما انا نطول شي عليك. مرحبا بسيدي. هذا من الاختمبات شي دي اتصار الشوح. انا كان واحد باعنا لوهم عاود ديال هاد انتخابات. ادخلت بخط الجامعة. وصليت وحلفت ما نعاود الرشاح. ونا عاود لكو حد لوقات ياد النصر. تفضل. قلسين فلا. قلسين فلا طي رسلنا كله. عمد قوة شعبية البيصارة ووقف عنا واحد. قال لك الله اذا كبير خير غديونا معكم جاء صاحبي عيز القارسون. قال له اعطيه اللي يبغى. بقينا قالسين. الاخور دخل. اخدها القطبان واخدها الحوز واخدها المنادة وكمز ذيك الشي في الكاغيت ومشى. من اللي ينضناء. قال له اش حال قال له عندك ثمانين دل هادك صاحبك ثمانين دل من اللي قسوه ديال اعطيه. واحنا خلصنا عشرة دلهم اللي واحد اللي بصارة. وهذا قلبنا عليه مجبرناه. واضح يا سيدي الفاضل. شكرا جزيلا على المكالمة ديالك تحيتي اليك. اه هاد القضية ديال العالم ديال السياسة والوهم المرتبط به. رب زاف ديال الناس. اه كي يعتقدوا السياسة راشي حاجة بسيطة. يعني راي راجيت انت ترشح. وكتلقى ديك العقلية دياله او الدرب را ترشح. اجي نصوته عليه. وافلان مسكين مخدام شاي مرياح. اجي نصوته عليه. وافلان او دمومي فلان ارى ترشح. راقيت لكم وكتلقى دورها على الجيران واذاك شي صوتوا عليه. راها المسألة ما شبهت البساطة. را ما شبهت تخربيق. راها الشيء على ما شك ترهنوا المستقبل ديالكم لسانوات ديال الولاية. ديال البرلمانية او الجامعية سانوات انتم راهنين للمستقبل ديالكم والمستقبل ديالوليداتكم ما بين يدناس. ما عندهم كفاءة ديالتسير. انا كنتمنى على اعلامنا بصفات عامة انه يشرح للناس. حيثنا عنا الامية متفشية في المجتمع ديالنا. انا يشرح الناس بعدها ما هي انتخابات. ما هو هذا المرشح? ما هو دوره? البرلماني ما هو? لا الصالح. المنتخب الجامعي لا الصالح. هاد شي راقصه يتفسر للناس بالخوشيبات. إلا بغينا بالفعل نوعي والناس وإلا بغينا بالفعل تقولي عنا انتخابات نازيهة من حيث الفكر. ما عندنا النازاهة المرتبطة باستعمال المال ولا بغير ولا. لا انت كلمو حنا يرى النازاهة الفكرية. باش انا غادي نصوت عارف راسي علاش غادي نصوت. شنا هي ديك العملية كلها شنا هي. را كي اللي ما فاهمهاش. هاد من واحد السنوات واحد السنوات كي يجي كي ترشحوا شي وحدين وكيخرجوا شي ناس وكيمشي ولشي صنادق وكيلو حول يمشي وراق. را كي اللي ما فاهمش لاش كيدير ذاك شي كله. ولكن لقى الناس كيدير وراتها هو غادي. فانتمنى انه فيكم سيدي خرجي ديرنا هاتش. ايو عنا المواطنين. احنا ما بل فينا والاخرى مليك جيش انتخابات راها برنامج حضير راسك راك يقول لكم حضير اصواتكم حضير مستقبالك حضير مستقبل اولادك وكنا نحاول نفسره. نبينوا للناس وديشنا هي العملية دي لتصويتها. وعلى من خصكم تصويته. ماشي فلان ولا فلان. الكفاءة اللي خصكم تصويته عليها. وهذه القضية كتحزز في قلبه قدي نعاود نقولها لكم. دبا في الحي دي لكم. في البلاصفين كتسكنو. كين منكم الاطباء? كين منكم المهندسين? كين منكم المثقفين? كين منكم الفنانة? كين الاعلاميين? كين الموظفين? كين المياومين? كين طالب معاشو? المهم كين الناس على اختلاف المساويات دي لهم الفكرية والمادية. هاد الناس كل هم اللي فيهم هالطاقات. ولا بغينا نركزو على هاد الكفاءات الكبيرة. من اللي كدي تشوف المنطقة اللي كيسكنوا فيها والجامعة اللي كيسكنوا فيها. كون اللي كي اضطر لهم الفضاء اللي غادي يعيشوا فيه? واحد المرشح نجح امي. ما عنده لا دكاء لا فكر دي لهاد الناس اللي ساكنين تموه هو اللي غيحدد ليهم فين شجر غيكون والضوء وقتاش غاديش عالو وشحال لانتون سيتي ديال البولة والشاريع وقتاش غايتزفت وشنو الجليج اللي غايتدار في الراسيف. واحد السيد صوتوا عليه شي وحدين ولا هو كيسير حياتي وحدين ما يوصل لهمش. وابا اخصان اضرب هات الصراحة. لذلك رحال الوقت انه نعيدوا النظار في هاد في هادشي ونوصلوا الناس اللي غايسيروا الناحياتنا اللي يكونوا اكفاء. هادك شعش من اللي كتبشي الشوارع ديال دول في اوروبا وكتشوف الاجتهاد والدكاء. الفضاء كيفاش دير اللي كيعيشوا فيه الناس. كتقول علاش? لانه تمكين الناس كيشتغلوا اذكياء وعارفين وكيعملوا مقارنة ما بينهم وبين دول اخرين. وكان عندك انت مرشا عمرو مفتانجا. ما عمرو خرج ما عارف قاعد الدنيا شنو فيها. وانت صوتت عليه وحطيته تمك يجيوك يسحاب لك يتوهام انه وراه ولا مهمة حيتي ولا كيسني للناس من اللي كيليجاليزي وصافر اولا اهم مكين في ديك المنطقة. وهدي حكاية وحكاية اخرى. اه الوقت ما حضرتكم بحلقة نقول دائما كي من ربوحة السرعة كبيرة جدا. كينت على كتير على مستوى صفحة هذه البرنامج اللي عليها هد البث المباشير. سي مصطفى بلدي تحيتي اليك. سي مصطفى الميراس تحيتي اليك. مصطفى كتقول انه الكفاءات مقهورين. وي يسيرون على هام الشارع. شوف اللي هو كفاءة بالفعل. كي يدير بلاستو بجميع الوسائل. غتقول لكي العراقل وكي نبك صاحبي وكي البيستو وكي شو اغاني بشي معاك نقول لك هسدي اي هاتشي كله كين. ولكن كينت انت كتقول كتقول كفاءة. اذا انت كافيل بالكفاءة ديالك انك تتغلب على هذه الاشياء كلها. ماشي سهلة. ماشي بسيطة. لا نتوهم. انه الارض مسرحة. كلها ما طبات سيدي وكلها عقابات. ولكن تحاول وتحاول وتصر وتلح. غتوصل. اذا شي واحد يقول يا كفاءة. وما واصلش كين تناقض ما بين جوجد الكلمات. الكف معناه انه ذكي. الكف معناه انه وعنده ادوات الاشتغال. الكف معناه انه عنده الاسرار وعنده الاراضة القوية. وكفاءة وكفيلة انه كل مرة تعطيه طرق. باش يتجاوز. تحايل الاخرين وعرقلة الاخرين. والمحسوبية الاخرين. توجه الناس اللي بغين هما يوصلوا. اذا لك انت كف كتوصل. ماشي بنفس السرعة اللي كتمنها. ماشي بنفس السهولة اللي كتمنها. واللي مفروض تكون. الى كان عنا. سياق وطني مفيش بزاف دي الباق صاحبي. ولكن توصل. اه نخضر ربما اخر مكالمة هاتفية خلال هذه الحلقة مع الاعتدار الاخوات والاخوة اللي كان بدهم توصلوا معنا. بقي ثلاثة دقيقة طلب من المستمعي ولمستمعتي. يكون مختصر. الو مرحبا. مرحبا بسيدي. اهلا بك سيدي. شرفني بالاسم اللي سمحتي. سنشكرك اخي. الاب عمورة والاخر عمورة والصادق عمورة. الله يطول عمرك. شرفني بالاسم يا سيدي الفاضل. ابراهيم السلام. تفضل سيدي ابراهيم. عمورة كل شي فائل شي راح تقلل شي اول مرة تنقضن لك اخي عمورة وتنشكر مستمعي كل شي. مرحبا بسيدي ابراهيم. تقول لا شي الوالد جديد يقول. كل شي اللي كل شي اللي بحك عليك تفق به. يقول لا بالدارجة كل شي اللي بحك عليك. ما تعيق به واخا لا. اما لا مدة. واحد اللي ما تعيق به. هو راسك. والسلام عليكم السلام عليكم سيدي عمورة. تحياتي اليك السيبراهيم. بالفعل هو راسكي لكن تي عايش الوهم. صحيح مية في المية. تحياتي اليك السيبراهيم. اه بحلقة نقول دائما. مستمعي الكرام مشاهدي الاعزاء. لا يدعي البرنامج انه قد الم بكل جوانب الموضوع المطروح. ولكن اللي كي همني. وانني ينثير انتباه حضراتكم لهذا الموضوع. حضيراتكم من الاوهام. تزيدوا وتبحثوا فيه. تقرأوا عليه. تناقشوه مع الناس اللي كتعرفوه. قرأوا 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 مرسوا الرياضة. كنقول حضراتكم تحايا التواقم التقنية والفنية اللي كانت معاكم. هذا برنامج حضيراتك محمد عمورة بكل حبي. وحييكم. الى اللقاء. اشتركوا في القناة